اهلا بكم احبائي طلبة الصف الثامن بالدرس الاول من دروس الرياضيات نبدأ معا بهذا النشاط احبائي الطلبة تعلق قبة الصخرة مجسما ثمانيا يبلغ طول ضلعه 26 بالعشرة من المتر وارتفاعه 9 ونصف من المتر فيما يضم الجزء العلوي من كل جدار خمسة شبابيك نلاحظ معا احبائي الطلبة الاعداد الموجودة في السؤال 26 بالعشرة من المتر 9 ونصف من المتر وايضا هنا لدينا العداد خمسة تعلمنا سابقا ان العدد خمسة هو عدد طبيعي اي انه ينتمي لمجموعة الاعداد الطبيعية ورمزها طا ايضا تعلمنا ان العدد خمسة هو عدد صحيح وينتمي لمجموعة الاعداد الصحيحة ورمزها صاد كما تعلمنا ايضا ان طا هي محتوى في صاد نلاحظ ايضا احبائي الطلبة ان هناك العدد 26 بالعشرة من المتر وايضا 9 ونصف عنوان درسنا اليوم هو العدد النسبي ويتوقع منكم احبائي الطلبة بعد الانتهاء من انشطة هذا الدرس ان تكونوا قادرين على التعرف الى مفهوم العدد النسبي التعرف الى العلاقة بين العدد الدولي والعدد النسبي وايضا تحويل العدد النسبي الى الصورة العشرية نبدأ معا بهذا النشاط يبين الجدول الاتي كميات الامطار التي هطلت عام 2016 في بعض مناطق فلسطين حتى اواخر شهر كانون الاول وهنا في الجدول المنطقة وكمية الامطار بالمليمتر نلاحظ انه هطل على مدينة نابلس 240 مليمتر بينما هطل على مدينة القدس 133 مليمتر البحر الميت 4 مليمتر صفض 154 مليمتر ويافة 150 مليمتر نكمل النشاط معا نسبة كمية ما هطل في نابلس الى كمية ما هطل في البحر الميت ماذا يساوي؟ نلاحظ معا احبائي الطلبة هنا 240 الى 4 وتكتب بهذا الشكل يمكن اختصارها الى 60 ايضا نسبة كمية ما هطل في نابلس 240 الى كمية ما هطل في يافة 150 يمكن كتابة هذه النسبة 240 الى 150 ويمكن الاختصار ب8 الى 5 ماذا نسمي الصيغة التي تكتب بها مثل هذه النسبة؟ تسمى العدد النسبي اذا ما هو العدد النسبي؟ هو اي عدد يمكن كتابته على الصورة الف على با؟ ألف وبا هي أعداد صحيحة ومن المهم جدا أن با لا تساوي صفر يرمز لمجموعة الأعداد النسبية بالرمز نون يمكن تمثيل العلاقة بين مجموعات الأعداد أصبح لدينا ثلاث مجموعات الأعداد طا مجموعة الأعداد الطبيعية صاد مجموعة الأعداد الصحيحة ونون مجموعة الأعداد النسبية يمكن التمثيل بهذا الشكل بحيث أن طا محتوى في صاد ومحتوى في نون أي أن أي عدد طبيعي هو موجود في مجموعة الأعداد الصحيحة ينتمي إلى الأعداد الصحيحة وأيضا ينتمي إلى الأعداد النسبية نكمل معا أحباء الطلبة بهذا النشاط أتأمل الآتي ثم أكمل العدد 2.4 بالعشرة طبعا تعلمنا سابقا أنه يكتب على صورة 24 على 10 إذن هو عدد نسبي لأن كتبناه على صورة ألف على با أيضا العدد سالب جذر التسعة يكتب على صورة سالب ثلاث على واحد هل هو عدد نسبي؟ نعم لماذا؟ لأننا استطعنا كتابته على صورة ألف على با نكمل أيضا العدد ثلاث ونص هل يمكن تحويله إلى الصورة ألف على با؟ طبعا تعلمنا سابقا أنه بإمكاني أن أستخدم الضرب والجمع ويصبح سبعة على ثنين إذن هو عدد نسبي أيضا نكمل العدد ثنين وخمس وثلاثين في المية هل يمكن كتابته على الصورة ألف على با؟ ثنين وخمس وثلاثين على مية مية في ثنين يساوي ميتين إذن هو ميتين وخمس وثلاثين على مية إذن هل هو عدد نسبي أحباء الطلبة؟ نعم إذن نكتب هنا أنه عدد نسبي إذن أي عدد يمكن كتابته على صورة ألف على با هو عدد نسبي نكمل معا هذا النشاط أحباء الطلبة ولأتحقق أن الأعداد الآتية هي أعداد نسبية الأعداد هي ثلاث بالعشر دوري واثنين وخمسين في المية دوري نفرض في البداية أن سين تساوي ثلاث بالعشر دوري ماذا أفعل هنا؟ نضرب طرفي المعادلة بالعدد عشرة فينتج أن عشر سين يساوي فاصلة وهكذا هذه هي المعادلة التي نتجت من ضرب المعادلة الأولى بالعدد عشرة سيصبح لدي المعادلة الثانية عشر سين تساوي ثلاث فاصلة ثلاث بالعشر دوري يمكن أن أطرح المعادلة الأولى من المعادلة الثانية وينتج أن عشر سين ناقص سين تسعة سين تساوي ثلاث ومنها سين تساوي ثلاث على تسعة وتساوي ثلث إذن استطعنا تحويل العدد الدوري إلى كسر عادي أو إلى الصورة ألف على با هنا نأخذ العدد الآخر ونفرض أن سين تساوي 52% دوري أي أن سين تساوي أيضا بإمكاني كتابة 52% دوري بالصورة الموسعة بتكرار العدد 52 هكذا طبعا هل أضرب بعشرة هنا أضرب بمئة لماذا؟ لأن العدد الذي يتكرر هو العدد 52% وليس كما في المثال الأول العدد ثلاث فقط إذن تصبح المعادلة بعد ضرب طرفيها بالعدد 100 100 سين تساوي 52 فاصلة وتكرار للعدد 52 بطرح المعادلتين ينتج أن 99 سين يساوي 52 ومنها سين تساوي 52 على 99 أيضا استطعنا كتابة العدد 52% دوري على الصورة ألف على با إذن هل يمكن كتابة أي عدد دوري أو تحويل أي عدد دوري إلى عدد نسبي؟ نعم يمكن كتابة ذلك أي أن أي عدد عشري دوري هو عدد نسبي نكمل هذا النشاط أحبائي الطلبة والمطلوب هنا تحويل كل من الأعداد الآتية خمس سالب 3 على 4 تسعة لأربعين إلى كسور عشرية تذكرون سابقا أننا كنا نحول ذلك عن طريق ضرب بعدد معين لكل كسر من الآتية بحيث يصبح المقام عشرة أو مية أو ألف نبدأ بالعدد خمس خمس ضرب اثنين في البسط وفي المقام نحصل على ثنين على عشرة ويساوي ثنين بالعشرة العدد سالب 3 على أربع بإمكاني أن أضرب البسط والمقام بخمسة وعشرين فينتج سالب خمس سبعين على مئة وتساوي سالب خمس سبعين في المية أيضا العدد تسعة لأربعين بإمكاني أن أضرب البسط والمقام بماذا؟ باثنين ونصف فينتج أن المقام مئة والبسط هو اثنين وعشرون ونصف إذن ماذا يساوي في الناتج النهائي؟ ميتين وخمس وعشرين بالألف إذن يمكن تحويل بعض الأعداد المكتوبة على صورة كسور عادية إلى صورة كسر عشري وذلك بضرب أعداد معينة بحيث يصبح المقام عشرة أو مئة أو ألف أي القاعدة الآتية يمكن تحويل العدد النسبي المكتوب على الصورة ألف إلى عدد عشري عن طريق ضرب البسط والمقام في عدد يجعل مقام الكسر ماذا يساوي؟ يساوي عشرة أو مئة أو ألف أو هكذا هل هناك طريقة أخرى أحباء الطلبة للبصول إلى نفس النتيجة؟ نكمل معا هذا النشاط وملاحظة ماذا سنفعل أكتب الكسر الآتي ثلاثة على ثمانية وثلث على صورة كسر عشري وماذا تلاحظ؟ نبدأ بالكسر ثلاثة على ثمانية وهنا نستخدم القسمة الطويلة طبعا ثلاثة على ثمانية كما تعرفون أحباء الطلبة صفر وتعلمنا سابقا أننا نضيف هنا صفر ونضيف الفاصلة فتصبح ثلاثين على ثمانية ماذا تساوي؟ تساوي ثلاث ثلاث في ثمانية أربعة وعشرين بالطرح نحصل على العدد ستة ستون على ثمانية تساوي سبعة سبعة في ثمانية ستة وخمسين وبالطرح يتبقى أربعة هنا أربعون على ثمانية تساوي خمسة خمسة في ثمانية أربعون والباقي صفر إذن استطعت تحويل العدد ثلاث أثمان إلى ثلاثمائة وخمس وسبعين بالألف نكمل العدد ثلث واحد على ثلاث بالقسمة الطويلة أيضا وأيضا واحد هي أصغر من ثلاث فنضيف صفر ونضيف الفاصلة عشر على ثلاث تساوي ثلاث بالضرب نحصل على تسعة ونطرح عشر ناقص تسعة واحد ثم نضيف الصفر عشر تقسيم ثلاث 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 في ثلاث تسعة وأيضا نطرح لنحصل على العدد واحد وهكذا نستمر في الحصول على العدد ثلاث إذن هنا تساوي الثلث ماذا يساوي؟ يساوي ثلاث بالعشرة دوري أمكننا كتابة الكسور ثلاث أثمان والكسر أيضا ثلث على هذه الصورة على صورة كسر عشر إما دوري وإما منتهي وهنا نتعلم أحباء الطلبة أنه يمكن تحويل العدد النسبي أيضا إلى صورة عدد عشر عن طريق قسمة البسط على المقام إذن هناك طريقتين إما بتحويل المقام إلى عشر أو مية أو ألف وذلك بضرب البسط والمقام بعدد معين أو بطريقة القسمة الطويلة المطلوب في هذا النشاط أحباء الطلبة كتابة عدد نسبي يقع بين العددين ثمن وخمسة وعشرين بالمئة نبدأ بتحويل الثمن إلى كسر عشر وذلك باستخدام قاعدة الضرب التي مرت في المثال السابق وهنا بإمكاننا استخدام العدد واحد وخمسة وعشرين بالمئة ونحصل على واحد وخمسة وعشرين في المئة على عشرة وتساوي مية وخمسة وعشرين بالألف إذن المطلوب هنا كتابة عدد نسبي يقع بين العددين خمسة وعشرين في المئة ومية وخمسة وعشرين في الألف كم عددا بإمكاني أن أكتب هنا؟ الكثير فلتاش في المئة أربعة تاش في المئة مية وخمسة وخمسين بالألف والكثير الكثير من الأعداد إذن هو أي عدد نسبي يقع بين العددين مية وخمسة وعشرين في الألف وخمسة وعشرين بالمئة ننتقل الآن أحباي الطلبة إلى المهمة التعليمية نكمل الجدول الآتي بوضع إشارة صح في المكان المناسب علينا اختيار المجموعة أو المجموعات التي ينتمي إليها كل من الأعداد الموجودة في الجدول أما في السؤال الثاني المطلوب اكتب عددا نسبيا يقع بين العددين 14% و15% في السؤال الثالث مع خليل مئة دينار تصدق بعشرين دينارا منها لصندوق الزكاة اكتب العدد النسبي الذي يعبر عن نسبة الصدقة التي قدمها خليل أحباي الطلبة في نهاية هذا الدرس أشكركم على حسن استماعكم وإلى لقاء آخر بإذنه تعالى اشتركوا في القناة